سلام الله عليكم من زيكم يا شباب عاملينيه معكم عبداللطيف سعيد وقارن بكم فيديو جديد فيديو النهاردة ان شاء الله هيكون عن ان انت ازاي تقدر ترجع التصميم القديم لليوتيوب. وطبعا الفيديو ده الصراحة انا عامله لاني ما بقاش عندي افكار ولكن دي حاجة حصلت معايا وانا رجعت اليوتيوب لتصميم القديم فقلت اشرحو لكم يعني ولكن انا ما زلت ما عنديش افكار فلذلك يعني لو عندك اي سؤال اي حاجة حابب ان انا هعمل عنها فيديو حاجة ما اتكلمش عنها قبل كده اقول لي تحت في التعليقات اه ده اول حاجة تانية حاجة ياريت بقى الاشتراك اه اللايك للفيديو اه الشير للفيديو وده عمل قناة لانه مهم جدا وده اللي بيخانينا استمر يعني شير بقى للفيديو بتاعه وجزاكم الله كل خير وانا رحبها دلوقتي للموضوع. بص يا سيدي اول حاجة هقولك ان انت زي تقدر ترجع للتصميم القديم لليوتيوب هتقول لي طب هو ما له تصميم الحال عب لطيف مش احنا التصميم القديم او احنا يعني ايه المشكلة في اليوتيوب اصلا وضح لي انا هو وضح لك بص يا سيدي دلوقتي زي ما انت شايف اني ده الشكل الجديد لليوتيوب يعني انا هنا مثلا افتراضا اه رحت عندي على قناتي اه دخلت عندي على اي فيديو او اي فيديو بظهر لي في المقترحات او اي حاجة يعني دخلت عندي على اي حاجة زي ما انت شايف بص بسم الله الرحمن الرحيم ده بقى شكل الفيديو شاشة كبيرة قوي ملهاش اي تلاتين لازمة مزعجة حقيقي لو انت يعني عندك شاشة كبيرة الموضوع هيبقى مزعج جدا بالنسبة لك فالشاشة بتاعت العرض بقت كبيرة قوي زادة عن اللزوم وبقت مزعجة ده اول حاجة تاني حاجة العنوان والوصف وكل شيء بقى على الشمال زي ما انت شايف وطبعا لو انت بلغة انجليزية هيبقى على اليمين فاصراحة الموضوع بقى مزعج جدا او مش عارف برضو لو انت بلغة الانجليزية هيبقى على الشمال ولا المين بغض النظر يعني ولكن زي ما انت شايف يعني هنا بقى العنوان المشاهدات اه الوصف لو انت جيت دست عندك على المزيد هيفتح عندك في صفحة اخرى لو انت حابب تكبر هيفتح معك بالمنظر ده حابب يعني حابب تشوف قيمة التشغيل يعني حرفين بص يعني بلاوي والله هيفتح معك النص في كزا حاجة تانية يعني مليون حاجة فوق بعض بص يعني مزعجة جدا واللايقات والشير والاحصائيات والحاجات دي كلها والماركتنج والاضافات كله على الجنب ببقى شكله مزعج بعد كده بقى عندك اللي اول ايه اللي اول الفيديوهات المقترحة بقت يعني قد كده تحت الفيديوهات بص قد ايه انا الصراحة متدائي جدا والله من تصميم الجديد ده حقيقة يعني انا مش ببالغ انا متدائي جدا ومش مريحني الصراحة بالذات لو واحد مش حابب ان هو يضيع وقته على اليوتيوب كتير في المشاهدات الحاجات انه ملاقاش لازمة فده بيغري اكتر ان انت تتفرج اصلا زي ما انتم شايف بص فانا بقى حابب ارجع لتصميم القديم لانه كان مريحني اكتر الصراحة لانه كان بيعرض لشوات حاجات على الجنب هنا كان افضل بكتير جدا ازاي ارجع بقى لتصميم القديم بصة دي اول حاجة تعملها ان انت تروح عندك على الاضافة اللي انا سيبها لك في رابط الموضوع اللي موجود تحت في الوصف هتروح عندك على الاضافة دي اللي انا سيبها لك في رابط الموضوع اللي موجود تحت في الوصف. ولازم يكون انت بتستخدم التصفحة او فايرفوكس لو موجود فيها الاضافة دي. اروح الراح عندي على الاضافة ده يستثبيت الاضافة انتظر عندي ثواني لحدة ما الاضافة تتثبت. اروح هنا بقى رايح عندي بالمنزر دا كده هو. طبعا هو يفتح معايه الصفحة دي. او مقفلها. اروح رايح هنا عندي بالمنزر دا كده هو دايس عندي على الايكونة دي بتاعت الاضافات. اروح نازل تحت عندي او تميثبت الاضافة دي عشان تظهر عندي عالجنب او مرايح عليها بالمنظر ده كده او مرايح عندي على الحصول على برنامج نص جديد لو انت طبعا المتصفح بدأك باللغة العربية هتقوم دايس عليه هتقوم هنا ارايح عندك في صندوق البحث كاتب كلمة عندك او التصميم القديم تمام زي ما تشايفي الكلمة دي هتروح اعمل عندك اول ما تعمل عندك هتلاقي عندك مجموعة من الاضافات في اضافة شغالة معي كويس وفي اضافات ما تلاقيها الشغالة طيب انا هتديك رابط الاضافة دي برضو تحت في الوصف يعني انا هتديك رابط الاضافة في الوصف و لكن انا حبيت اقول لك ان انت زي تروح لها اسم الاضافة بري توني فور يوتيوب يو اي ابحث عنها بنفس الاسم ده عشان رياحك يعني تمام يعني انا هسيب لك الرابط تحت في الوصف او لما انت تروح عليها هتلاقي عندك بالمنظر ده هتقوم هنا دايس عندك على تثبيت هذا البرنامج النصي. هتدوس عليه يعني هيفتح معك الصفحة دي. يعني هنا هتيجي عندك على تثبيت او وانتظر لحد اما يثبت. اعرف من انه ثبت في العادي هو بيتاخر شوية ولكن تقدر تعمل بمعنى انا دلوقتي خلصت فتحت هنا عندي عملت بالمنظر ده. مفيش حاجة ظهرت او مداخل عندي على اي فيديو. اي فيديو بغض النظر. مسلا يا سيدا خش عندي على الفيديو ده. زي ما انت شايف. هنا في العادي هتلاقي عندك ان في ايكونة وفي يعني حاجة حمراء جنبها او في علامة حمراء جنبها. اي ظهرت هي. زي ما اتشايف. مجرد ما دي ظهرت معنى كده الاضافة اتفعلت. شفت انت الاول كانت ايه? دلوقتي بص بقى بقت فين? اهو النص تحت اهو زي ما انت شايف النص تحت. والوضع زي ما كان الاول. فهمني اهو. الوصف بقى تحت تاني. اهو عندك التعليقات بقى تحت تاني. وبقى الزز بكتير جدا ويرجعنا للتصميم القديم اللي كان مريحني الصراحة الاول على اليوتيوب. شفت الموضوع بسيط ازاي? ايه بقى المختلف بعد ما انت رجعت للقديم? للأسف عندك الفيديوهات المصغرة اللي على الجنب بقت للأسف كبيرة قوي. زي ما تشايف بص بقت كبيرة قوي. والشورت ستلاقي عندك ظهر هنا برضو تحت. انا كنت الاول كنت باشوف الشورت ازاي انا معرفش راحت فين الصراحة. ولكن هتلاقي عندك فيديوهات شورت ازاي انا برضو طويلة كده وعريضة مش حلوة. بس في النهاية انت رجعت عندك للتصميم القديم. تمام? وده اهم حاجة عندي الصراحة. يعني انا كده شايف ان انا بنستريح نفسيا ومعاجبنيش صراحة تصميم القديم ده. فده هيريحني انا نفسيا وهيرايحك كمان نفسيا لو انت لسه مت ايه? ما تعودش على تصميم جديد. فده كان موضوعنا. لو عاقبك الفيديو ما تسعيش بقى نتعام اللايك تشترك في الفيديو تفعل او تشترك في القناة تفعل الحاجات اللي انتوا عارفينها دي تمام? لان انا بقي تنسى كتير. شكرا على خير بقى بازن الله فيديو جديد. واعمل شير للفيديو لان خير والناس انفع للناس. السلام عليكم.